لم يكن النفي الذي تقدمت به مفوضية الانتخابات حول إمكانية تعطيل أو اختراق أجهزة العدي والفرز الإلكترونية كافيا أو مقنعا حيث تواصل التشكيك بإمكانية تعطيل هذه الأجهزة في يوم الانتخابات المقرر في الثاني عشر من أيار الجاري عمليات التشكيك جاءت من أرواقة البرلمان حيث أصدر العديد من النواب تصريحات تفيد بوجود جهات سياسية تحاول العبث عمدا بهذه الأجهزة لكسب أصوات الناخبين بشتى الطرق فضلا عن المكاسب المادية من وراء صفقة استيراد تلك الأجهزة ففي محاولة لإضفاء الشرعية على الانتخابات البرلمانية المقبلة قامت مفوضية الانتخابات باستيراد أجهزة العد والفرز الإلكترونية التي تشوبها الشبهات رئيس المفوضية السابق فرج الحيدري حذر من جملة مشاكل فنية وتقنية قد تشهدها عملية التصويت والعد والفرز داعيا إلى مراعاة نقاط خطورتها بعد اطلاعه على تلك الأجهزة الحيدري أكد أن تلك الأجهزة لن تسهل عمليات العد والفرز وغير قادرة على العمل لفترات طويلة ما سيتسبب بإطفائه وإعادة تشغيله من جديد بين فترة وأخرى المشاكل الفنية لم تكن الوحيدة بهذه الصفقة حيث قال النائب امتشر السام الرائي أن المفوضية استوردت تلك الأجهزة من شركة ميروسستمز الكورية الجنوبية بقيمة مئة مليون دولار في حين أن رأس مال الشركة لا يتعدى 2 مليون دولار ولا يتجاوز عدد موظفها الخمسين موظفا فضلا عن كونها غير معنية بتجهيز صناديق الأختراع جميع المعطيات تشير إلى غياب النزاهة عن الانتخابات البرلمانية المقبلة كسابقاتها بهدف إبقاء الوضع السياسي على ما هو عليه لتسيطر نفس الوجوه على المشهد في العراق اشتركوا في القناة